تكلمنا عن السبب وقلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم للذاته ووقفنا عند السلم السلم أنا لما أبغي أطلع للسطح مثلا أريد أن أطلع إلى السطح لا أصعد إلى السطح لا بد لي من سلم السلم هو السبب لو نزعت السلم ما يمكن طير أنا ما أعرف الطيران إذن فمعنى أن السلم سبب للصعود إلى السطح إذن ما يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجود السلم الصعود على السطح ويلزم من عدمه العدم لذاته يلزم من عدم السلم عدم الصعود طيب نأتي هنا للخطاب التكليف الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة على أوقات الصلاة وحدد لنا أوقات الصلاة لما جاءه جبريل عليه السلام جاءه في أول الظهر وفي آخر الظهر في أول العصر وفي آخر العصر مرتين يعني جاءه في أول المغرب في آخر المغرب في أول العشاء وآخر وقت صلاة العشاء في أول صلاة الصبح وآخر صلاة الصبح وقال ما بين هذين وقت طيب إذن الله سبحانه وتعالى ربطنا في الصلاة جعلنا سبب يعني ما هو هكذا تصلي السبحانته قال نطع للزوج تعليل نصلي السبحانه ما يمكن ثلاثة كما شدت بعض الناس هدان الله وإياهم من جهلهم في المطار هو بغي يسافر في الطيارة الطيارة بغي تقلع مثلا واحدة واربع يجي هو الثناش يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخول الظهر أساسا هذا لا صلاة له لأن من أسباب وجوب صلاة الظهر أو العصر دخول الوقت إذن هو سبب فإذا حصل السبب يمكن أن يترتب عليه بعد ذلك أحكام إذن يلزم من وجود طلوع الفجر صلاة الصبح ويلزم من عدم طلوع الفجر عدم الصلاة بس هذا باختصار